السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام والسلام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وابداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد لأنكم أساس قناتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان خير ما نبدأ به الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قصتنا اليوم تصب في مصر وهي قصة مسيرة جدا وقد لا تسعني حلقة واحدة لسردي محتوياتها لأنها طويلة وغريبة وعجيبة ولا أستطيع أن أقول لكم أن ما حدث بها يصدق أو لا يصدق لكنها حدثت على كل حال وقصتنا عن امرأة ركبت مع سائق تكسي في وقت ما بعد الإشاء واختطفها وأراد أن يغتص بها وقبل أن يغتص بها وهنا جلس الزوج الشاب ابن الثانية والأربعين سنة في منذله طريح الفراش بدون عمل نتيجة حالته الصحية السيئة وعلى الرغم من المعونة التي تقدمها الدولة له إلا أن بيته إيجار لديه ثلاثة صبية وبنت وذوجته تعمل معلمة وأصبح ضغط عليها كبيرا فشلت كل محاولات الزوجة البائثة في إيجاد متبرع لذوجها لعل الحياة الطبيعية تعود لحياتها كانت فاطمة وهي بطلة قصتنا تحذن لرؤية زوجها الذي هو سندها الوحيد في هذه الحياة بعد وفاة والدها ووالدتها وسفر أخيها إلى أوروبا عدم سماع أي خبر عنه بعد شهرين من سفره وكأنه مات وتبخره والآخر وهكذا بادأ الجدار القوي الذي تستند عليه فاطمة مع أولادها الأربعة ينهار ولم تعد تعرف ماذا تفعل وراتبها كمعلمة لا يكفي إيجار المنذل وطعام وشوراب ودواء لذوجها وأجرة مواصلات للذهاب يوميا إلى المستشفى لغسلك إلى ذوجها ولن تستطع إيجاد عمل آخر يساعدها غير أن تدرس دروسا خصوصية لكن ليس في بيتها وإنما في بيوت الطلاب على أن يدفع لها أجرة الدرس وأجرة الطريق وتبرع صديق ذوجها في الحي على أخذ ذوجها يوميا إلى المشفى لغسل الكلا لأن عمله مثائي على أن تدفع له ذوجته أجرة منواصلات وبدأت المعاناة الحقيقية لتلك المرأة الصامدة الباثلة الشريفة سمرت فاطمة في عملها صباحا في المدرسة ومثاء في الدروس الخصوصية حتى نالت تعب منها كل نقطة دم وفي إحدى الأيام كان عندها دروسا عديدة معدد من الطلاب دوي حالة مادية ممتازة لكنهم كانوا بعيدين عن منذرها تقريبا ساعة كاملة لكن كونهم سيعطونها أجرة الطريق مع أجرة الدرس وهم يعاملونها بطريقة طيبة أعطت ذوجها خبرا ستتأخر لما بعد لا شاء لأن وقت موسم الامتحانات قد حل فلم يمانع وطلب منها أن تدير بلها على نفسها فاطمة الآن سوف أتحدث بلغة أهل مصر ولو أني لست مصرية لكن سأحاول كما قالت لي فاطمة قصة واحد سأحاول أن أقرأها كما كتبتها هي فاطمة عمرها 35 سنة كانت جميلة ولا تتدي حجابا كاملا أي أن شيء من شعرها كان يظهر ورغم أنها كانت تصلي وتثوم وهكذا كان زوجها يخاف عليها من أوراد الحرام لأنها كانت جميلة انتهت فاطمة من عملها ولم تستطع إيجاد سيارة تكفي بسهولة فالكل طلب مبلغ كبير منها باعتبار الوقت مساء وباعتبار المكان اللي هي عايدة تروح عليه كان بعيد إلى أن جاء صاحب تاكسي شاب وعى الموضع آخر وصبر شعره وكمان ومغرق نفسه بالكولونيا ومذهذه عربيته على الآخر على آخر مودل لأ وإيه بيأكل مسكة بيتمه وقال للفاطمة بتتكلم عن نفسها للوقت وقال الملك يست بقالك كتير وقفة قالت له أيوة والله تعبت ما حد اشراضي معايا بالمبلغ اللي معايا ولأنه مشواري طويل كمان حياخد معايا كده للطريق الزراعي قال لها بس كده الناس والله ما عادش فيها خير اطلعي وقدي ما بدك تديني فلوس الديني أو أنا أصلا طلعت النهار ده كتير والحمد لله وانتي ايه عملي الخير اللي أنا حسويه آخر النهار وفعلا طلعت فاطمة مع سائل تاكسي اللي اتجه بهدوء وما كانش مسرع بالعربية بتاعته أبدا بس فاطمة لاحظت ان شوفير التاكسي كان ببصلها بسط كده خطف بالمراية اللي قدامه في العربية وبعد كل الأغاني المدعو من الحديثة حتى أغنية لأمي كلتوم كانت هدية كانت ايه دارة الأيام بتقول فاطمة كنت بس مع الأغنية وبفتكر كل لحظة حلوة ومرها بحياتي وكنت تعبانة قوي قوي وكانت الدنيا ليل والسيارة بتمشي ببطء مش بسرعة وكده 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 خدني النوم بقت بشمي حاجات غريبة ده الكولونيا وكل ما حاول فتح حيني أرجع أنام وفجأة ولانا ايه حسب الدنيا صحيت اه والله صحيت وانا بوسط حقول كتير وما فيها صرخ بني يوم السيارة ايه طايرة طايرة فوق الطريق بتاع التراب طلع ناذل طلع ناذل قلت للشاب صاحب العربية احنا فين؟ قال لي هو بيضحك دي المجنون انت سحتي يا بطة ووقف العربية ونزل شحطني منها دي الغنمة وعلى ضرب يا خويا وأخد مني شنطتي وأخد مني الشنطة بتاعت ايدي وأخد منها الجوال ورمابيل الزرع ولحشني بشنطة العربية وأنا تعبانة ودماغي واجعاني مش قادرة فكر كأني شم حاجة مش كويسة وقال لي لسه بدنا نصف ساعة لنوصل للمكان المطلوب يا جميل اخ راسي احسن لك وقفل الشنطة بتاعت العربية وماشى دي المجنون صرخت كتير وضربت الشنطة العربية كتير دلوقتي أنا بقى عرفتي دي ما انتوا عرفتوا كلكم هو عايز مني ايه بعدين ثكت ثكت وهديت وبلشت افكر كويس انا لازم اطلع من المصيبة دي ازاي وانا وشرفي متصان وانا بفكر بولادي وبنتي وجوذي واخوية وكنت بفكر بنفسي اه بنفسي اول حاجة وتذكرت فيلمي سينما حضرته عندي واحدة من صاحباتي الفيلم ده بيقول انه البت اتعرضت للاغتصاب صعيه هو اغتصابها في الفيلم بس قدرت تضحك عليه بعدين على المغتصب وتهرب من حبسي مرعب ومخيف كان حيموتها يعني بعد ثلاثة ايام وبدأ الفيلم يدور قدام عيني وانا بقول لازم استفيد من كل التفاصيل وافكر كويس بكل التفاصيل قدامي زي ما عملت البطلة عشان اقدر اهرب واطلع من المصيبة دي وما خلتش دعاء ولا آية ولا قرآن ولا حاجة إلا وافتكرتها واذكرتها بقول كده وبافتكر الفيلم بقول كده وبافتكر الفيلم وفجأة يا جماعة تذكرت دعاء كانت أمي بتقوله لي كل ما كنت بروح المدرسة السنوية اللي هو ايه اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتل من تحتي قلت يجي مئة مرة ويمكن أكتر والله يا جماعة والله جو كنت محطوطين بالموقف بتاعي صدقوني فجأة هدية نفسي فجأة هدية نفسي وحست أنه ربنا مش هيتخلى عني أبدا عشان هو عارف أني مظلومة وغلبانة قوي وفعلا وصلت على العربية التاكسي على مكان قديم شوية مذرعة مذرعة بإيدة شوية عن البيوت والطريق العام بس فين والله مش عارفة أبدا المهم أنه لما فتح شمتة العربية لأني هدية قوي وأوفر مرة ولا إيه بدلة عليه كمان استغرب قوي وما صدقش نفسه وطلعني منها وأنا إيه وأنا هدية قوي بالعكس حتى ما قلت لهش كلمة أنت خطفني ليه ولا أنا زعلانة إيه قلت له والله أنا زعلانة منك وكأني بعرفه من زمان وقال لي غريب وهو مستغرب قال لي زعلانة مني الله على إيه من شوية كنت بتصرخ وبتعياتي ودلوقتي الله بتدلعي يا جميل إيه الحلو ده كله وبسحب الغطى اللي كان على شعري فشعري إيه اتفرد وشعري إيه بني ناعم وحلو وطويل أنا مسكتي نفسي على قد ما أقدر وضحكتي دحكة اتفع جزء من الخطة وعملت كده وكده يمين وشمال في شعري وقلت له يخرب عقلك كل الفيلم الهيندي اللي عملته عشان تجيبني الخرابة دي يا راجل كنت خدني شقة مفروشة أو أو ضف فوق السطوح كسرت عظم يا عظمة عظمة ها ها وبدأت لضحك معها ضحكات تفع فقال شوفير التاكسي ليلتنا فل يا جدعان أنا عمري ما جبت حدي للحتة دي يا أنا إلا بالضرب والشد والعنف يا لهوي يا لهوي المهلبية دي كلها وكانت فاطمة دايما قلتلكم سيدة جميلة فعلا بيدوم مجاملة بس تعمل ايه مع المتوحش ده دخلت معا تتدلع قدامه وكانت الغاية من انها تمشي قدامه تعاين المكان كويس وتحاول تستفيد من كل التفاصيل اللي قدامها شافت سلم خشف شافت سيخ حديد على الحيط كورسي مكسور شبابيك الغرف حديد ملحامة من برة زي السجن بربع نقط لحام من برة بس الشبابيك من جوا إزاز بشكل كبير لفت له كده وعملت معا كم حركة دلع على خسرته وقربت قالت له كلمة بودنه وخلته يضحك ويغني وقلقت النظرة الأخيرة على بوابت البيت كانت من حديد بس مش عالية يقدر الواحد ينط من عليها كل ده سجلته فاطمة كويس في دماغها لحد ما فاتت على القوضة وكان منظر القوضة اللي دخلت عليه مرعب ومخيف الغرفة كانت واسعة قوي فيها حمام مؤرف ودش بنقط ومش نظيف خالص وكان فيها سرير كبير قوي 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 من النحاس وعلى ايدين التخت كلبشات بتاعت شرطة وحبل وكلاليب الراكد دا يا ناس قوي تعذيب وضرب ده شيطان واتملكتي نفسي وانا بموت من روب وبحركة ذكية وكأن في عناي كان في كاميرا ثلاثية الابعاد اخذت بثواني نظرة شملا للمكان وقدرت احط خطة هرب ممتازة بس يا ربكم معا يا رب كل الكلام ده كان مدته نص دقيقة بدماغي واللي عملت انا هو اني قلتلي الشاب ده يخرب عقلك يا حيوان انت عايز تضربني وتعذبني يا متوحس وضحكت ضحكة كده بصوت عالي وربيت نفسي على السرير وبدأت اتدل عليه لما جننت قوي الراجل ده قوي على الآخر ده انا حسيت تابل بيا ومش مصدق ولما هجم علي وكان عاوز استغفر الله العظيم يا ربي اقول لكم يا حسبي الله ونعمل وكيل فيه قلتله لا يا جميل امباء بلاش باع عارف عايزني دي القشطة تاكل تشبع مني وانا نذلة وكان نذل فيه بوز زي المجنون قلتله ايوة دلوقتي مش بس عسل ومهلبية قال لي انت والله مش بس عسل ومهلبية انت ملبن قلتله طيب شوف يا حبيبي انا مش هشتغل ببلاش نتفع الاول قلتله خد اللي انت عايزاه بس خلفيني قلتله لأ واسكي عشان اعد المذاجي وادلعك يا وحش ادلعك على الاخر وقطفني ونتفني ودلعني يا وحش قال لي انت فكران حمار يا بيت الكلب وبعد عني وبدأ عليه انه ضي قلتله مالك يا جميل ذلت انا بدي لك نفسي بطوع كده وانا جعانة وتعبانة انا بحب المذاج ولو ووجبت كويس معايا مش حاخد منك فلوس لقوي ايه حجيلك لوحدي لما تعوذني يلا بقى بلاش نكج قال لها الثق او انا ايه اللي خليني اثق فيك وانك مش هتهربي لما انا حروح ضحكتي ضحكة حلوة كده وقلت له يا ابني الغرفة دي السجن وذكرت صفاصيل الفيلم وبلشت اعمل دي البطلة حتى اكسب ثقة المجرم وقلت له مفاتيح البيت معاك اللي انا اقصد فيها المزرعة وكمان الاوضة وما تخافش هو انا هاخلع كل هدومي قدامك واخدها معاك وانا حشطة في جسمي واتزوّق شوف واتزوّق لك وكده وحسيته كده دخل معايا في الجو وقال لي شوف هناك عندك مكياج وقلت له طيب هتمكياج لك يا جميل وبقى جيب معاك قميص نوم حلو كده اتدلع عليك فيه يا جميل وبعدين خليني انام شوية عشان جسمي تكسر من العربية والحبسة ايه وبليش تقالع هدومي والله يا جماعة بليش تقالع هدومي وديه حتة حتة بس انا من جوايا بتقطع لحد ما صدقني وبقيت لابسة بس ما لابسة دخلية هو اخذ كل هدومي وكمان اخذ الحذاء وطلع برا الغرفة وسكر الباب وسمعته هو طالع بيكلم صحابه يجوا يشاركون في الليلة دي وانه حيجيب اكل والاكل يكفي الكل وقال لهم اسبقوني على المزرعة وعرفت انهم يلزمهم تقريبا ساعة ليبصلوا لانهم بعاد قوي المهم كنت جدا هدية لدرجة اني انا مستغربة من نفسي يا جماعة وقدرت اسمع صوت التاكسي بتبتعد عن المزرعة وبسرعة البار وذي المجنونة كسرت ايد السرير انه حاس التقيلة بتاعت الجنب وكسرت الزجاج بتاع الشبابيك وبدأت ابص على مكان اللحام اللي ملحم فيه الحماية الحديد من برا واضرب بقوة انا مش عارفة هي منين طلعت فيي القوة دي قملت كسر الزجاج كويس والله يكونت خايفة خايفة وحتجنن بتجيني افكار مرعبة عن الراجل ده وعن صحوب الشيطين المهم قدرت اكثر اول طرف وثاني طرف وبقيت الحماية كلها في الارض كملت كسرت الزجاج كله كويس 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 وجبت الكرسي المكسور وكنت عايضة قنط من الشبابيك بس ايه بصت لنفسي لقيت نفسي ملت انا مش لابسة هدوم بصت كويس في القوضة ملقيتش اي شيء قلبسه وشفتي كده زي السندوق تحت السرير تحبته لقيت فيه منطر الجيري جوغ تقيل قوي 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 بس والله لبسته وما كانش قدي لسه يعني اظهر مني لبسته زي المجنونة ونطيت من الشباب المجنونة رحت اجري اجري عند السلم الخشب ولقيت جنبي السلم الخشب جازمة بلاستيك اكبر مني بكتير وتقيلة يا خربي قدي ايه بس مش مشكلة لبستها وحطيت السلم وطلعت من المزرعة الوسخة كلها وبدأ جسمي يولع زي النار من بنط الشوخ التقيل المقرف الوسخ كنت كرها قوي عشان هو بتاع الرجل الوسخ الكلب بتاع التاكسي بس اعمل ايه جدعان حطوا حالكم مكان يا جماعة بصت يمين بصت شمال وكانت ضوء خافت بس شفتي انه عجلات السيارة ايه مغروسة بالرمل فروحتي امشي جنب الطريق بين الزرع لحد ما شفت الضو مولع كده من بعيد وعرفت انه في ناس ساكنة هنا بس مش بعيد وهلكت من المشي والرقدي بين البستين وكسرت خشبة من شجرة يابسة على الطريق وبقيت اتعجز عليها وفجأة رأيت سيارة الوسخ الكلب من الكلب جاية من بعيد وصوت الاغاني طلعة مولعة من العربية فتخبيت كويس بين الزرع والشجر لحد ما راح من بعيد كده شوية شوية جوبة عادية بدأت هاركض على الطريق بتاع الزرع زي المجنونة عشان هو أسرع من الحقول والطين وانا بابتي وادعي ربنا يستورني ويحفظني وقول دعاء أمي كتير لحد ما شفت مفترق طريق واحد منه عجلات السيارات عليه كتير كتير فمشيت فيه بسرعة وبلشت ألوح للعربيات الشحن الكبير لتوقف لي بس محدش رضي عشان شكلي كان غريب ومريب ويمكن مفكرون الشيطان أو جني أو الله عشان المكان ده كله مقطوع ما فيش بشر بس بالآخر ربيت نفسي قدام واحدة كبيرة من عربيات الشحن وقفتها وكان راجل صعيد جدع والله كبير بالعمر يجي كده سبعين سنة ستين سنة وكان محترم كتير دخلت عليه بالبكة والدموع وطلبت منه السطر الجوخ داي ما بيقول لكم ما هوش ما فيهش غير زر واحد وكان صغير شوية علي وجسمي شوية مباين منه والله الراجل الاخر كان بسرعة خلع اللفة بتاعته بتاعت دماغه وحطاها على راسي وقلت له استر علي السطر الله عليك وربنا انا غلبانة ومظلومة يا ابويا فرح والله خلع الجلبية خلع الجلبية اللي لبثها ولبثها لي وقال لي ما تخافش يا بنتي ربنا معاك ومعايا انا كمان عندي بنات وطلعت العربية النقلي معاه وحكيت له بسرعة علي حصل معايا وقال لي عرفته الكلب من الكلب ده اللي بتتكلمي عليه والله لا خلي ولادي الحتة يقطعوا لحموا حتت حتت وقلت له اني حروح الشرطة والله هشتكى علي واخرب بيته فنصحني الراجل اني اروح البيت عند اهلي احسن عشان ألبس هدومي عشان ما حدش يطمع فيه احسن وهو حيوصلني لحد باب البيت وفعلا كانت الساعة تقريبا بقيت ثلاثة ونص الفجرة وكان ذوجي رح يتجنن اصل الموبايل بتاعي قفلوا الشيطان لما اخدوا مني ورمى بيني الزرع واخدني البكة يا جماعة ولما وصلت القريب البيت تأكد الرجل الطيب ده انه الطريق الشبهي فاضي ونزلني قدام البيت تماما واتأكد انه ما فيش حد على درج العمارة ولما وصلت على باب الشقة اللي ممكن تغطيني الجلبية بتاعتي يا بنتي عشان انا ما عنديش غيرها هي ووحدة تانية وانا فهمت عليه انه خايف اللبثه بنفسي فشلحتها ولبثها وقال لي تبيني يا بنتي ادخل معاك فوقلت له مشكور يا بويا والله ما جثرت يا حاج ربنا معايا وهو وحده عارف اني مظلومة وغلبانة ونزلت دموعي وقال للراجل انا متأكد انك شريفة وعفيفة يا بنتي ربنا يسطرها معاك ويسطر على بناتي كمان ونزل السلم وبعدين روحت ادق الباب بهدوء مش بعنف حتى ما يصحوش العيال وفعلا شوية شوية كده لما سمع ذودي الدق بتاعتي وسمعت صوته ففرحت وحسيت بالامان والسعادة اني وصلت عند الراجل اللي بحبه وبعشقه واللي شاركته بكل لحظة حلوة ومرة بحياتي حتى عارف انه انا ففتح الباب بسرعة فدفعت بلطف ودخلت بسرعة وقفلت الباب وبصت بخجل بوج جوذي وشفته ببصلي باستغراب ورعب وقرف ايوة كان ارفان ارفان مني وما استحقرني وقبل ما يسمع مني كلمة واحدة رح بديني جف جامد اوي 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 على خد اليمين وشديني من شعري ورماني على الارض وقال لي كده بكل ساعة انت جيت يا كلبة ما كنت تنامي عنده مش احسن ايوة ما انت جاية معاك من اخر الليل لا وبيوصلك لحد باب البيت ونزل فيه ضرب وانا خايفة عليه عشان هو مريض كلا والحركة العنيفة ممكن تقذي المهم صحي الولاد على صوت بوكاية وصريخ ابوهم لكن انا تدركت الموقف بسرعة بسرعة دخلتهم القوضة وقفلت الباب عليهم من برة ووقتها جودي كان استنفت كل الطاقة اللي عنده وقعد على الكنب ديبتي ويقول لي فيلم درامي حفظاه ممكن من مثلسل او فيلم انه ضيع شباب عمره علي وكان فاكرني الشريفة الطهرة كان فاكرني ادخل بين الف راجل وخرج بعفتي وطهري بس معقول هو كان مخضوع في كل تلك السنين يا ضيعان عمرك يا خليل اللي قضيته معايا ومن على الكنب كان بحاول انه يجلس كويس بس مش قادر عشان بطنه بتعوره كتير وانا لسه وقفة عندي باب قوضة الكلام وبعد ما صح جلسته كويس انت عملت كده مع كم واحد يا فجرة لا تعرفي كنت عملاني حمار كمان لا وانت الطيبة الاميرة وانا وثق فيك قال ايه عايزاني اخليها تروح تدي درس خصوصي عشان مصاريف البيت والماشفى انت كنت تشتغلي بالشؤة المفروشة يا بيت مش كده بوليس يا خربيتك يا خليل يا خربيتك يا خليل وبدأ خليل يضرب ويجه بيديه ويقول كمان كم واحد من اهل الحي شافت كده لا ولبست يا بالوسخ ابن الكلب انت كنت نايمة معاها كلبة وانهال علي بالشتايم مش هقول لكم عليها خلاص كفاية انا اسمعتها حتى ابو يا وم جدي جدي تحت تراب تهان وتهزق يا جماعة وبعدين خلاص تعبت تعب خليل جودي تحت انا وتعب هو لا وايه وهلك من كتر الكلام وقال كل اللي بطنه قال كل اللي سيطر على دماغه طوال فترة غيابه معرفتش هلومه لا تعرفه هو راجل وتفكيره شرقي شرفه عرضه وكلام الناس قلت له خلصت لسه بقى كتير بقلبي ما قلته بدأ فيلم الدراما بقى بقى يقول عرفة كده وبيبكي كده وبيضحك دي المجنون قال لي انا ما كنتش كل اللي عملتي يا فاطمة عشان ما بقتش راجل ليه يا فاطمة وانت دنيتي الجميلة وحضن الدفل حنين اللي برجع لو من بعدي ما الدنيا كلها تقرفني بعشتي وانت حب حياتي وعمري كله ليه عملتي فيا كده وفضل يا عيط يا عيط بصراحة وانا كنت بعيط معاه وفجأة خلص رايح خليل وسكت وبدأت احكي انا كل اللي صار معايا وزوجي مذهول من الكلام بتاعي ومعرفش شكله ما كانش مصدقني ابدا وبعد ما حكيت له كل اللي جار معايا ضحك ضحكة كده تفه وقال لي انت فاكراني عبيد ولا ابو ريالة عشان اسدقك يا بنت الكلب يعني جاياني بدون هدوم وملت ولبسة منطجوخ اصغر منك ولحمك كله برا لأ وإيه فيلم افتكرتيك وسرت الشباك حطيت السلم ومشيتي واجل طيب سعدك ووصلك لحد باب البيت وبلش يضحك دي المجنون وبيغباء واضح قال لي شوفي يا كلبة انتي ما تنفعنيش بعد كده برا برا باتي بدت أحلف له بالأيمان المقدسة والمغلطة اللي بريئة وما كذبتش عليه بكلمة واحدة بس وإنه محدش لمثني لهو للراجل ده ولا غيره بس ما ثدقني وقام بقى كده وشدي نفسه وبقى راجل وكان عاوض يطردني برا البيت وانا قلت له بالآخر انا جيت البيت ألبس وعيدك تيجي معايا البوليس عشان اقدم فيه بلاغ انا والله فكرة كويس رقم العربية فداني يا خليل بس زوجي استجمع كل قواه وبلش يدفعني وورا باب البيت عايز يطلعني برا ويرميني بالشارع انا لبسة كده فتعبت بتقول فاطمة انه دفعت جزها خليل وبعدتها عنه وقالت انه هي كانت اقوى منه عشان هو كان تعبان فكان راح يوقع على الارض عشان هي بتدفعه عنها عنه بس ايه مسك بالمنطو الجوخ اللي انا كنت لبساه وتشق معاه وهنا وقع على الارض وانا وقفة وورا باب البيت مش مصدقة اللي حصل وجوذي والله كان حيتشل المنطو الجوخ التقيل يا جدعان اللي كنت لبساه وكنت حموت منه ومن الحركة مليان روزم فلوس روزم روزم يا جماعة دولارات دولارات يا جماعة مش جنيهات بصري جوذي كده بصة مش عارفة اوصفها ابدا هو فرحان هو من ذهل هو مستغرب الله مش عارفة مش عارفة ابدا بس هاجم علي مش اللحن المنطو كله وفضل يقطع فيه يقطع فيه حد ما تأكد ان المنطو ما عادش فيه حاجة ابدا وقال لي ايه ده ايه الفلوس دي كلها وعد الرزم فطلع دقريبا تلاتين رزم كل رزم فيها عشرين الف دولار وانا عريانة وشعري ما نكوش قدام جوذي قال لي الفلوس دي منين الفلوس دي منين يا فاطمة قلت له ما عرفش قال لي خليل ازاي ما تعرفيش قلت له ما انا قلتلك اني دورت على حاجة قلبسها ملقتش الا المنطو الجوخ ده تحت السريب بالشنطة زي الصندوق فقال لي الفلوس دي بتاعتي الكلبي ده اكيد بيشتعل بالمخدرات اكيد بيغسل اموال يا ديني النبي كل الدولارات دي واحنا حنموت من الفقر واحنا عايشين بالقبر ده يا ابنتي ايه احنا حشتري كليتين مشكلة واحدة البيت المعفن ده انا حثيبه انا حشتري اصري ملك وبدأ شريطة الاحلام نكبر واكتر واكتر في دماغ خليل جهودي ومثاكني من ايدي واقعدني جنبه على الكنبة لأوي ايه رح يضبط لشعري قصو كان منكوش وقول لي فاطمة حبيبتي والله انا مصدقك دلوقتي انا متأكد انه الكلب ابني الكلب صح بالتاكسي هو المجرم وانك مسكينة وبريئة استني شوية وكبر على نفسه قوي 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 عشان كان ايه تاب مرة واحدة ورح جاب لي جلبية من هدومي ومن شفة خلاني ألبس الجلبية ورح ينظف لي وجي من الطين والتراب والغبار وهو بيقول لي كل الكلام الكميل اللي اي ست بتحبه وكل شوية يرفع الفلوس قدام وجي ويشمها ويشمي من هي وكأنها وردة ولا فلة يا جماع ولا بالأحلام بتزيد بتزيد ولما سكت خليل بتقول له خلاص يا خليل بقت شريفة وعفيفة عندك عشان شوية فلوس وثخة خباها الكلب جوه المانتو وأكيد هي مالحرام يا باشا نشف دمي وأنا بكلمك عن برأتي وطوري وحفظي ربي لي وأنت مش مصدقني ودلوقت الفلوس قلبت دماغك على الآخر ايه خليل ايه خليل هي الفلوس اشترت عرضي وشرفي عندك ايه راجل من شوية كنت عايز ترميني مالتي بالمنطل جوخ بره وكنت عايز أصرخ فيه اللي انه خليل حطي ايده على تمي وقال لي بس سكوتي سكوتي يا ولية كل ساعة ملايكتها يا حرمة اصحي بقى ايا كان اللي صار معاك يا فاطمة ودلوقت الفلوس دي هتخسل دماغ كل البلد عنك وعني وحيضربوا لنا ايه تعظيل سلام فكر بنفسك مش فيا عمرك اتقصف وانتي ركدة من بيت لبيت عشان تستني أجرة الدرس وفي المدرسة مع طلاب أغبية وتشنطط بتاعك بالمواصلات بعيالك اللي ماكلوش لحمة من سنة بيتك الخرابة الأجرة اللي سكنة فيه وانت خايفة من الأغار كل آخر شهر مصاريف الأكل والشرب والكهرباء والمية والدوى وكليت يا أنا هنا فاطمة قالت إنها بكت بكت بقوة وقلت وانا ببكي ومغطية وجهي بإيدي أنت محسسني إن الفلوس دي تمن شرفي اللي أنا والله حفظت علي يا راجل قال لي مصدقك مصدقك والله شوفي شوفي الفلوس قدامك يا فاطمة والبيت قدامك والعيال كمان وأنا كمان وحياتك كلها قدامك وقام وقفل باب البيت وأخذ المفتاح حطه برقبته ورح الأوضة ليرتح لأنه تعب جدا وقال لي أعود شوية قال لي أعود يبص للفلوس وهي حتحكي لك بالفعل خليه راح نام وقفل عليه باب الأوضة يعني أنا مش هقدر أطلع من البيت عشان أنا ما معيش مفتاح المفتاح اللي كان معايا كان في الشنطة والراجل ده رمان هو والشنطة في الطريق الزراع وأنا دلوقتي إيه قفل الباب وأخذ المفتاح وراح يرتح في الأوضة عشان هو تعب خالص وأخذ حب الدواء مسكن عشان الصبح هذه يروح وروحت أبص للفلوس بدت تجيني أحلام غريبة كل ما تجيني حلم جميل أني ممكن أعمل بالفلوس أفتكر التجربة المخيفة والمرعبة اللي مرت فيها وكلام جودي معايا دخلت بعدين كده تسيبت الفلوس بقى ودخلت قط العيال لقيتهم نايمين داي الملايكة نايمين فوق بعض عشان السرين ما كانش كبير وشكلهم كانوا خايفين من عياطي أنا وأبوهم نايمتهم كويس ورحت التلاجة أحاول أكل حاجة أشرب مية بردة فلقيت بالتلاجة بس رغيف واحد ومش طري يعني يابس وأطعت جبنة وشوية فجل ونجرجير شربت شوية مية وأخدت قطعة الخبض الناشفة وأعادت أبص للفلوس واكل الخبض الناشف وأشرب المية وأبكي معرفش ليه أو معرفش أعمل إيه وهنا افتكرت فاطمة إنها ما خلعتش الجذمة لبلاستيك من رجليها فخلعت أول رجل وحست إن الجذمة تقيلة قوي قوي وانتبه شعور غريب رقدت على المطبخ وأخدت سكين وشقت الجذمة من جوة ولقيت فيها إيه مش هتصدقهم لقيت فيها ألماس يا جماعة ألماس وراحت فتحت الرجل التانية للجذمة تعرفوا لقيت فيها إيه والله مش هقول لكم النهار ده بقى القصة يا عزيزي المستمعين والمستمعات طويلة كتير كتير وزي ما بقولكن إنه مستحيل بقى حيصدقها بس المصيبة إنها فعلا صارت فإذا بدكم تتابعوا القصة كاملة تابقوا الحلقة القادمة اللي أنا حنزيلها بعد كم يوم برأيكم شو لقيت فاطمة برجل الجذمة التانية شو حتعمل برأيكم طبعا أنا القصة عندي كاملة بس أنا بدي انتظر تعليقاتكم وانتظروا الحلقة التانية من قصة فاطمة المظلومة والغلبانة مو بس مع صائق التكسي اللي كان بده يغتصبه حتى مع جوزة حتى مع النجتمع ثلاثة تمت القصة تفوق تخيلاتكم وقدراتكم كأناس عليين لأنه رب العالمين لما بده يعطي الإنسان ويمتحنه بدينه لأنه يعطي أشياء تخليه بموقف كتير صعب اللي لأته بالجذمة التاني مستحيل تسدق شوه تتابعوا الحلقة عم بنتظر التعليقات يا ترى انتم صدقين أنا فاطمة إنه فعلا إذا تهرب من المقتصب هاد هاي الطريقة ولا لا انتم مع زوجها ولا معه شو رأيكم أنا بدي أياكم توصلوا هذا المقطع لأكبر عدد لايكات ممكن لحتى أعرف إنكم انتم فعلا حابين تتابعوا الحلقة التانية ولا لا هذا أولا ثانيا أنا بدي تعليقكم الحقيقي لحتى شوف إنه اللي ثاوته فاطمة فعلا صح ولا لا لأنه هي طلبت مني نساعدة بطريقة أو بأخرى هي ثاوت هذا التصرف ما بتعرف هي حتندم عليه ولا لا هي حتقبل فعلا تاخد المصاري وشو لقيت بالجزمة التانية لأنه اللي لقيته بالجزمة التانية شيء فوق تصوروا وتصوركم بالنسبة للجزمة الأولانية اللي لقيت فيها ألماذ يترى حتى حتقول لجوزة شو لقيت بالجزمة ولا لا يعني تساؤلات كتير هلأ بدأت تسترح عنكم بدماكن بس أنا اللي بدي أياها هلأ فعلا فعلا يمكن أن تقولوا أنتم صدقين لفاطمة ولا لا ولو تصار بعيد الشربعي للشرامكم مثل هذا الموقف لا حتساوه مثل ما ساوت فاطمة ولا حتستسلمه طبعا القصة مثيرة لدرجة لا توصف ولا تتوقعوا أنه اللي صار معه مع ثائق التكسي لحينتهي جيدة على البيت القصة مثيرة كتير تابعوني بالحلقة ترى لكم مني كل الحب والتقدير من ديالة القناة أم عمر لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا